المتسابقة خضرة لبان عبدي من جيبوتي وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرطون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا أصابت وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخيل إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغيذ حساب السؤال الثاني إقرأي من بداية سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاطعين وما يأتيهم من ذكر من ربهم وما يأتيهم من آية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين أولم يروا إلى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ألم يروا إلى الأهل فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج كريم وإذ نادى ربك موس أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فذعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويطيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فذعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي رب العالمين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين السؤال الثالث إقرأ من قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم أعيد الآية وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبر إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذلكم الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ذلكم الله 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 الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لأه إن الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون أفلم يسيروا في الأعطف لذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أفل أفل الله الذي جعل لكم الأرض فراشا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ورزقكم من الطيبات الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صغركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فاعبدوا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين حسبك حسن تبارك الله فيك